اهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل قضت محكمة استئناف عالي القاهرة برئاسة المستشار أحمد نصار ببطلان ختمة تحكيم الرقم 1004 لسنة 2014 والصادر بجلسة 28-10-2017 من مركز تحكيم القاهرة الإقليمي لتحكيم التجاري والدولي والذي كان يقضي بتغريم شركة الأهل للإنتاج العالمي 135 مليون جنيه تقريبا لصالح شركة مسك الدولية بعد فسخ التعاقد مع مسك الحاصلة على حق إدارة قناة الأهل التلفزيونية منذ انطلاقها عام 2008 واجأ هذا الحكم الذي يمثل انتصارا كبيرا للنادي بعدما وجه مجلس الإدارة الحالي عقب توليه المسؤولية الشكر للمستشار القانوني السابق ياسر فتحي والذي كان مكلفا لمباشرة القضية بقرار من مجلس إدارة النادي السابق وكلف محمود الخطيب رئيس الأهل المستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي بالملف كاملا خاصة وأنه تولى تحرير عقد الشركة بين الأهل وشركة مسك الدولية عند تأسيس القناة وعشر المستشار حلمي عبد الرازق بضرورة إقامة دعوة بطلان ضد الحكم الصادر لمصلحة مسك بتغريم الأهل 135 مليون جنيه بعد تشاور مع رئيس الأهل والذي أكد على ثقته الكاملة في المستشار القانوني لاستعادة حق النادي في القضية خاصة وأن الحكم لم يكن سيتوقف فقط عند غرامة 135 مليون جنيه بل كانت هناك فوائد مالية أخرى موسيقى واجه حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشكر لنادي كامبالا سيتي الأغندي على حسن الاستقبال وذلك قبل المواجهة التي تجمع الفريقين غدا في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا وأضاف البدري في المؤتمر الصحفي الذي وقد اليوم أن الفريق حضر من أجل تحقيق الفوز لتعويض تعادل أمام الترجي في الجولة الأولى وأوضح أن الجميع لديه الرغبة في استكمال مشوار البطولة بنجاح متمنيا أن يكون هناك عدالة تحكيمية في مباراة الغد ولا يتكرر ما حدث في مباراة الترجي والتي تسببت في خسارة الفريق لنقطتين موسيقى قال الطارق سلامة السفير المصري في أغندا أن رجال السفارة سيؤزرون الأهل بقوة أمام كامبالا غدا استاد مانديلا مؤكدا أن الأهل يمتلك خبرات كبيرة تفوق بالطبع خبرة لعبي كامبالا وفرصته كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية غدا وإسعاد جماهير الكرة المصرية وأضاف أن غدا يوم عمل طبيعي في أغندا وفرص تواجد عدد كبيرة من الجماهير الأغندية في اللقاء يبقى غير مضمون نظرا لانشغال المواطنين بأعمالهم بجانب ارتفاع أسعار التذاكر التي تصل قيمتها إلى 20 ألف شل أغندي بما يعادل مئة جنيه مصري وهو رقم كبير يصعب على المواطن الأغندي تفعه وجه السفير الطارق سلام سفير مصر في أغندا دعوة رسمية للمهندس خالد مرتدي رئيس بعثة الأهل وعضو مجلس الإدارة لإقامة مأدبة عشاء في استفارة المصرية وقام المهندس خالد مرتدي بأحالة الأمر للجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري من أجل اختيار الموعد المناسب بما يتوافق مع برنامج الفريق وكان السفير المصري طارق سلام وطاقم السفارة المصرية حرصوا على خضور ميران الأهل الأول أمس والذي يقيم على ملعب المدرسة البريطانية الدولية في العاصمة الأغندية كامبالا اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهل اليوم الاثنين تدريبته في أغندا على الساد مندلا الوطني استعدادا لمواجهة كامبالا غدا للثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات دور المزموعة لدور أبطال أفريقيا وبدأ الميران في الرابع عصرا بتوقيت كامبالا الثلاث عصرا بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت المباراة وذلك وفقا لوائح الاتحاد الإفريقي التي توتيح للفريق الضيفة الميران على ملعب المباراة وفي نفس توقيتها وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من أغندا كريم أحمد مراسل قناة النازي الأهلي كريم أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك عايزين نطمن من جماهيل الأهلي على استعدادة الفريق قبل مباراة الغد بالفاعد يستعد في النازي الأهلي بيكتعد بكل قوة المباراة في كامبالا بدلا إن شاء الله ثلاث عصر بتوقيت الصهورة أراضها عصرا هنا بتوقيت في كامبالا لكن قبل اللامران طبع في مؤتمر صحفي بكابتن حسام البدري كان فيها ثلاث عصرا هنا أكيد كان فيه تجمع كبير من السحواتيين الوغنديين طبعا أسئلة كتيرة توجيهة لكابتن حسام البدري أكثر أكثر توجيهة لكابتن حسام البدري ما بيشوف المباراة داي القديمة بيشوف الملعب بيشوف مدور الجماهير إزاي الكلام اللي كانت فيه كابتن حسام مع الفنياء طالب بجانب الأمور دي طالب العدلة التحكمية وطر على يديو كلم قال لابد يكون دي عدلة تحكمية لما تعرضته مدين آلي من مباراة التربية المباراة من بعد الظلم التحكمي من ضرب الجزاء وهدف أرغى ليه النالي الآلي وطالب بدي على العدلة التحكمية وكيب طبعا حقا مشروع كابتن حسام البدري والمدين آلي أن تكون العدلة التحكمية هي كمة الشهيئة فيه المباراة القادمة ثم بدأ المرام في أساعة الرضاة عطرم وحضور المهام خلد مرتاجي رئيس البعثة والواقل مدواجد معنا بشكل دائم من السفارة المصرية دي بطبعة المرام مهربا كان اليوم الأول لتبريب النبي الآلي عن ملعب مندلة واليوم الثاني بالمدين الآلي في تبريباته هنا في أساعة الملعب مندلة هو الملعب اللي يستهدى المدارات الغد كنا طبعا أمس كان فيه مران على الملعب المدارات الزبطانية اتقال إن في المجيلة أو أرضية الملعب شبيهة شوية في ملعب مندلة لكن فور وصلنا للملعب الملعب صعب المجيلة يمكن بالبان بشكل عامل إن هي ممكن تكون معجولة لكن الملعب ناشف جدا الأمور في بسيبقة صعبة شوية مهربا كابتن حسامي تفقد الملعب مع كابتن ساعة عبد الحطير مهربا كابتن ساعة عبد الحطير مهربا كابتن ساعة عبد الحطير لكن إن شاء الله زينا بنقول عندنا أثقة كبيرة في العادي النادي الأهل رغم صلوص الوجودين عندنا أثقة كبيرة إن شاء الله إن احنا نعود بثلاث نقصة من أولا يكونوا همين جداً في أحد الأهل المراني النهاردة يمكن كان ساعة أو ربع من حسامي الغدر النهاردة كان عمل بعض التدريبات التفاية لأن قبيل بجانب الكرة التفاية الأخير اللي هي يحاول إنها كبيرة حسامي تطبقوا غداً كل اللعيبة جاهزة بشكل كبير بشكل معنوية مرتفعة نهاردة المنتخل المستجد كان فيه لثلاث أحكيزية للعادي النادي الأهلي حصوهم على أمية المباراة التركيز فيها وإن شاء الله الحصول على ثلاثة نقاط يكونوا مؤمنين جداً في مشوار النادي الأهلي وإحنا من خلال مطبعاتنا كل ما أبكر معنوية أستغرات النهاردة هنا في أغندا الأعيبة يمكن عندها التفاية الكبيرة إن شاء الله وعندها القدرة بشكل كبير وعودة هنا من أغندا النتيب يا جبال النهاردة فيه تركيز كبير وتصميم للعادي النهاردة من اللحظات بدأ الاتماع على الفني المساعدين طبعاً هنا بتوفيط أغندا اتماع الفني يحضر فيه كابتن سمير عدلي كابتن النهار عبدالعزيز يكون في طبعاً كل الاتفاء على الأمور الخاصة بمعرفة الملعب الأمور الخامية أمور خاصة طبعاً نادي المباراة بالأحل خاصة بها الكبير وينقص إن شاء الله كل التفاية نادي الأهلي في مباراته أمان مكان بالل هتكون المتوابة الساعة أربعة ويكون المقام إن شاء الله كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي بشكرك شكراً جزيلاً شدد أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية مباراة كامبالا الأغندي المقرر لها غداً السلاثاء وأضاف نسعى للفوز غداً لحظ أول ثلاث نقاط في منافسات المجموعة بعد التعادل سلبياً في الجولة الأولى أمام الترجي وأوضح حمدي أن جميع اللاعبين لديهم رغبة كبيرة لتحقيق الفوز على بطل أغندا لقطع خطوة نحو التأهول إلى ربع نهائي موسيقى أدى كريم ندفد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة علاج طبيعي في الجن صباح اليوم الاثنين على هامشي ميران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الأهلي وكامبالا سيتي ويخضع ندفد لتدريبات علاجية في ظل إصابته بإجهاد في العضلة الضامة والتي أدت إلى غيابه عن رحلة الفريق إلى أغندا وكان ندفد قد شارك في مباراة الفريق الودية أمام آيكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي بملعبها الزعب زايد بالإمارات ترجمة نانسي قنقر